أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير أيعلموا أيها المسلمون أن الغنيمة وهي مال الكفار إذا ظافر به المسلمون عنوة على وجه الغلبة والقهر تخمس فأربعة أخماسها للغانمين المقاتلين والخمس يقسم خمسة أسهم سهم الله والرسول يصرف في مصالح المؤمنين العامة وسهم لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب وسهم للأطفال الأيتام الذين مات آباؤهم قبل البلوغ وهم فقراء وسهم للمساكين المحتاجين وسهم للمسافر المنقاطع في سفاره عن بلده من المسلمين إن كنتم مصدقين بالله وبالقرآن المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل وأهل كل منهما يوم التقى جمع المسلمين والمشركين والله خادر على كل شيء ومنه نصركم مع قلتكم وكثرات أعدائكم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم أي واذكروا يوم الفرقان حين كنتم معسكرين بالجانب الأدنى من الوادي القريبة من المدينة وأعداؤكم معسكرون في الطرف المقابل بناحية الوادي البعيدة على المدينة وقافلة أبي سفيانة أي العير في مكان أسفل مما أنتم فيه وهو ساحل البحر ولو تواعدتم أنتم وجيش قريش على اللقاء والقتال في هذا الموضع لاختلفتم ولم اجتمعتم في ترتيب هذا الموعد على هذا النحو ولكن الله جمع بينكم بغير ميعاد ليحقق الله أمرا كان مقدرا له في علمه أن يتم وهو نص المؤمنين وخذلان الكافرين فعل الله ذلك ليكفر من كفر بعد حجة ظاهرة قامت عليه ويؤمن من يؤمن بعد حجة واضحة لا شبهة فيها وإن الله لسميع لأقوالكم عليم بأحوالكم يلاحظ أن المراد بالهلاك في الآية الكفر لأنه سببه والمراد بالحياة الإيمان لأنها سببها فالإيمان حياة والكفر موت إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لا فشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور أي واذكر أيها النبي حين عراك الله في المنام المشركين قبل المعركة أنهم عدد قليل فأخبرت أصحابك فتحمسوا وثبتوا ولو أراك إياهم عددا كثيرا لجابنتم أيها المؤمنون ولاختلفتم في أمر القتال والواقع أن جيش قريش كان فوق الألف وجيش المسلمين ثلاثمائة وأربعة عشر فقط ولكن الله سلم وعصب من الجبن أو الفشل أو التنازع فقللهم في عين النبي صلى الله عليه وسلم إنه سبحانه عليم بما في القلوب وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور أي واذكروا أيها المؤمنون حين يريكم الله أعداءكم قليلا نحو سبعين أو مئة كي لا تهابوهم ويجعلكم قليلا أقل من ثلاثمائة في أعين المشركين كي لا يستعدوا كثيرا لقتالكم ويتجرأ كل فريق على القتال ليحقق وينفذ الله قضاءه في التمهيد للحرب ونصر المؤمنين وإذلال الكافرين وإلى الله تصير أمور المخلوقات فيجاذي كل واحد بما صنع وهذا كله قبل بدء المعركة أما بعد بدءها فإن الله أرى المسلمين لأعدائهم مثلي عددهم لتنهار قواهم كما في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أيها أيها الذين آمنوا إذا حاربتم جماعة كافرة مقاتلة فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا وادعوا الله كثيرا بالعون والنصر لتفوزوا بالخير في الدنيا والآخرة وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين أي وأطيعوا الله ورسوله في الأمر والنهي على السواء ولا تختلفوا فيما بينكم فتجبنوا وتذهب قوتكم وبأسكم ويفوت النصر واصبروا على الشدائر ومكاره الحرب إن الله مع الصابرين بالنصر والعون ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط أي ولا تكونوا أيها المسلمون كالمشركين الذين خرجوا من ديارهم يوم بدر بزعامة أبي جهل متفاخرين بقوتهم ومنعتهم ومراءة للناس ليمدحوهم بأنهم أقياء ويمنعون الناس عن الهداية والدخول في الإسلام والله محيط علمه بما يعملون فلا تخفى عليه قافية وإذ ذين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان ناكاص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب أي واذكروا حين حسن الشيطان بمشركين الخروج لقتال المسلمين وأهمهم أنهم على حق في هذا القتال وألقى في قلوبهم بوسوسته أنه لن يغلبكم أحد لقواتكم وكثرتكم ووفرة سلاحكم وإني مجير لكم من كل عدو وناصركم فلما التقت الجماعة المؤمنة والكافرة في ساحة المعركة ورأت كل منهم الأخرى تراجع هاربا أي رجع القهقرة وقال لهم إني بريء من جواركم إني أرى ما لا ترون من الملائكة الذين جاءوا لنصرة المؤمنين إني أخاف الله أن يهلكني والله شديد العقاب لمن عصاه وتمرد على وامره لقد جاء الشيطان لقريش في صورة سراقة بن مالك من بني بكر بن كنانة وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم أي واذكروا حين يقول المنافقين وهم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر والذين في قلوبهم ضعفوا إيمان وهم الشاكون من غير نفاق لحداثة عهدهم بالإسلام اغتر هؤلاء المسلمون بدينهم وتوهموا أنهم سينتصرون من أجل دينهم ولو كانوا قلة ضعافة قل لهم أيها الرسول ومن يفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه ويثق به يغلب عدوه لأن الله قوي لا يغلب حكيم في صنعه وتدبيره فيهزم الأعداء أي ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق أي ولو ترى أيها الرسول حال الكفار حين تتوفهم الملائكة لرأيت أمرا عظيما مخيفا فهم يضربون وجوههم وظهورهم بما قامع من حديد وينزعون أرواحهم بشدة وعنف ويقولون لهم تذوقوا عذاب النار الشديد الإحراق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بالظلام للعبيد أي ذلك التعذيب لمشرك قريش في بدر وقع بسبب ما كسبتم من الكفر وظلم المؤمنين والمعاصي وبسبب أن الله لا يظلم العباد إطلاقا فقد أنذل الكتب وأرسل الرسل لهدايتهم فأعرضوا عن ذلك كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخاذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب أي العادة في عذاب هؤلاء المشركين كالعادة الدائمة المواضية لله في تعذيب قوم فرعون ومن قبلهم من طوائف الكفر إنهم كفروا بآيات الله المنزلة الدالة على وحدانية الله وتفرده بالعبادة وكذبوا الرسل فأهلاكهم الله بسبب معاصيهم من الكفر والتكذيب إن الله قوي بأسه شديد عقابه لمن كفر به وعصاه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم أي ذلك التعذيب للكفرات بسبب أن سنة الله هي أن لا يبدل نعمة بنقمه أو يسلب نعمة أنعمها على قوم حتى يبدلوا نعمتهم كفرا فيكفر بنعم الله ويهمل أوامره ونواهية وأن الله سميع للأقوال عليم بالأفعال والنيات كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين أي حال كفار قريش بما تسببوا به لعذاب الله بالكفر والظلم وتكذيب آيات الله ورسله كحال وعادة قوم فرعون ومن سبقهم من الأمم الكافرة كذبوا بآيات ربهم الذي رباهم بنعمه وأفضله فأهلكناهم بمعاصهم وأغرقنا قوم فرعون معهم وكل من الأمم المكذبة كانوا ظالمين أنفسهم بالجحود والتكذيب وكررت الجملة للإشارة إلى أن الآية الأولى في كفر العقيدة والوحدنية والثانية في كفر النعمة والتربية لذا عبر هنا بلفظ الرب لأنه المربي والمنعم وفي الأولى بلفظ الله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ولا يتقون أي إن شر ما يدب على الأرض من المخلوقات عند الله في حكمه وعلمه الذين كفروا فهم لا يؤمنون بوحدانية الله وكمال قدرته الذين عاهدتم ألا يعين المشركين وهم يهود بني قريضة ثم ينقضون عهدهم المؤكد مرارا وهم لا يتقون الله في غدرهم ولا يخافون عاقبة نقض العهود نزلت في بني قريضة نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانوا عليه بالسلاح في بدر ثم قالوا نسينا وأخطأنا فعاهدهم الثانية فنقضوا العهد يوم الخندق فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون أي فإن تصادفنهم في الحرب فخوف بهم ونكل بهم تنكيلا شديدا وأرهب من وراءهم من الكفار المشركين حتى يهبوا جانبك ولا يجترئوا على محاربتك لكي يتعظوا بهم فلا ينقضوا العهود وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين أي وإن ظلنت أو علمت بظهور أمارات الخيانة فاطرح إليهم عهدهم وحاربهم حتى تصير أنت وهم متساويين في العلم بنقض العهد لألا يتهموك بالغدر إن الله يعذب الغادرين ويكرههم أي ولا يظنن الذين نجوا يوم بدر من القتل أنهم فاتوا وخلصوا أو أفلتوا من الظفر بهم وتعذيبهم إنهم لا يعجزون الله في إدراكهم ولا يفلتون من العذاب بل سيجزيهم الله على كفرهم في الوقت المناسب نزلت في يهود المدينة وكان زعيمهم الطاغوت كعب بن الأشرف وهو فيهم كأبي جهل في مشرك مكة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أي وأعدوا وهيئوا أيها المسلمون لأعدائكم كل ما استطعتم من أسباب القوة المادية والمعنوية التي تحقق النص ومن الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله تخوفون بهذا العدد كل أعداء الله والمسلمين في كل عصر وغيرهم من المنافقين واليهود وكل من لا تعرف عداوته وما تنفقوا من مال قليل أو كثير في الجهاد تعطوا جزاءه وعوضه في الدنيا والآخرة ولا تنقصون منه شيئا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم أي وإن مالوا للصلح والمسالمة فمل إلى ذلك وثق بالله وفوض أمرك إليه فيما تعاهدهم به إن الله سميع للأقوال عليم بالأفعال والنيات وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أي وإن يريدوا بالعهد أو الصلح أن يخدعوك بأضمار الغدر والمكر والاستعداد للحرب فإن الله كافي كما تخافه من شرجهم بالغدر هو الذي قواك عليهم بالنصر وقواك بالمؤمنين الصادقين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أي وألف الله بين قلوب العرب المتنافرة بالإيمان والإسلام كما كان الحال بين الأوث والخزرج من الأنصار من العصبية والاقتتال لا أنفقت أيها النبي ما في الأرض جميعا من الأموال ما ألفت بين قلوبهم بسبب العداوة والعصبية المستحكمة ولكن الله ألف وجمع بينهم على الهدى إنه سبحانه قوي لا يغلب حكيم في صنعه يفعل ما فيه الخير والمصلحة يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي يا أيها النبي الله كافيك شرهم وأتباعك المؤمنون في المحن والأزمات وناصرك عليهم قال الكلبي هذه الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون أي يا أيها النبي حث المؤمنين حثا شديدا وحضهم على قتال الأعداء من المشركين وغيرهم إن يكن منكم معشر المؤمنين عشرون صابرون في المعركة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة صابرة مقاتلة يغلبوا ألفا من الكفار ذلك بسبب أنهم أي الكفار قوم لا يدركون حكمة الحرب ويقاتلون على غير بصيرة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين أي ولما شق ذلك عليهم رخص الله لهم وخفف عنهم لما علم من وجود ضعف عن قتال الواحد عشرة أمثاله وصار الواجب الصمود أمام اثنين فقط فإن يكن منكم أيها المؤمنون مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين من الكفار الأعداء بإرادة الله ومشيئته والله يعين الصابرين قال ابن عباس لما افترض الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرة فقل ذلك عليهم وشق فوضع الله ذلك عنهم إلى أن يقاتل الواحد رجلين فأنزل الله هاتين الآيتين ما كان للنبي أن يكون له أسرا حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم أي ما كان يصح وينبغي لنبي أن يكون له أسرا يقبل منهم الفداء حتى يبالغ في القتل في الحرب ويستقر له الأمر ويعلو سلطانه تريدون أيها المؤمنون حطام الدنيا ونفعها بأخذ الفداء من الأسرا والله يريد لكم ثواب الآخرة في الإثخان بالقتل والله قوي لا يقهر ولا يغلب حكيم في صنعه وتدبيره نزلت حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر في العفو عن أسرا بدر وقابول الفداء منهم ولم يأخذ برأي عمر في قتلهم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم أي لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح المحفوظ ألا يعذب المخطئ في جهاده لأصابكم فيما أخذتم من الفداء عن أسرا بدر عذاب كبير شديد وفسر الكتاب أيضا بألا تعذب أمة محمد عذاب إثنائه أو بمغفرة الله لأهل بدر فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم أي فكلوا من الفداء الذي أخذتموه فهو من جملة الغنائم جعله الله حلالا طيبا لكم لا حرمات فيه واتقوا الله بانتثال أمره إن الله كثير المغفرة لذنوب عباده المؤمنين رحيم بهم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم أيها النبي قل لأسرى بدر الذين هم في أيديكم وأخذتم منهم الفداء إن يعلم الله في قلوبكم استعدادا للإيمان وإخلاصا ونيتهم طيبة يعوضكم رزقا أفضل مما أخذ منكم من الفداء وثوابا جزيلا في الآخرة ويغفر لكم ذنوبكم والله كثير المغفرة لذنوبكم رحيم بالتائبين وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم أي وإن يريد الأسرى بعد فدائهم خيانتك بما أظهروا من القول فقد خانوا عهد الله من قبل بدر بالكفر والمكر فمكناكم منهم ببدر قتلا وأسرى ونصرناكم عليهم والله عليم بخلقه حكيم في صنعه إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير أي إن الذين آمنوا بالله ورسوله وهاجروا من بلادهم لنصرة الإسلام وجاهدوا بالمال والنفس وهم المهاجرون والذين آووا المهاجرين في المدينة المنورة وهم الأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض أي بعضهم أعوان بعض في النصرة والإرث والذين آمنوا وبقوا في ديار الكفر ولم يهاجروا منها ليس عليكم نصرتهم وإعانتهم ولا توارث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيمة حتى يهاجروا إلى دار الإسلام وإن طلبوا نصرتكم لدفع أذى الكفار والمحافظة على دينهم ومنع الطهادهم فواجب عليكم النصر إلا إذا استنصروكم على قوم معاهدين لأن الميثاق لابد من احترامه ورعايته فلا تناصروهم على المعاهدين والله مطلع على أعمالكم خبير بكل شيء والتوارث بالهجرة كان في بادئ الأمر ثم نسق وصار التوارث بقرابة الرحم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أي والذين كفروا بعضهم أنصار بعض فلا يناصرهم مؤمن إن لم تفعلوا ما أمرتكم به تحدث فتنة عظيمة بقوة الكفر وضعف الإسلام ومفسدة كبيرة في الدين والدنيا قال رجل نوريث أرحامنا المشركين فنازلت هذه الآية والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أي والذين آمنوا بالله ورسوله وهاجروا بلادهم للنجاة بدينهم وجاهدوا لإعلاء كلمة الله والدين والذين آبوا المهاجرين في المدينة ونصر الإسلام والمسلمين وهم الأنصار أولئك هم الكاملون في الإيمان لهم عند ربهم مغفرة لذنبهم ورزق كريم طيب خالص من الكدر في الجنة والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم أي والذين آمنوا بالله ورسوله وهاجروا من ديار الكفر بعد صلح الحديبية سنة ست وجاهدوا مع المسلمين في سبيل الله فأولئك من جملة المؤمنين في الموالاة والمناصرة وذو القرب من المؤمنين بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بسبب الهجرة في حكم الله وشرعه إن الله عليم بكل شيء ومنه الانتقال بالتوارث بالهجرة إلى التوارث بالرحم إلى التوارث بشدة القرابة في سورة النساء كان الرجل يعاقد الرجل تارثني وأرثه أي بالحلف فنزلت وأولو الأرحام وقد نسقت هذه الآية التوارث بالهجرة والمؤخاة سورة التوبة ترطيبها في المصحف التاسعة وآياتها 129 نزلت بعد سورة المائدة وهي مدنية إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان نزلت في المدينة بعد فتح مكة بعام في السنة التاسعة من الهجرة في سنة غزوة تابوك ولم تبدأ بالمسملة لافتتاحها ببراءة الله ورسوله من المشركين والأمر بالقتال وإخراجهم من جزيرة العرب براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أي تبرؤ من الله ورسوله من عهد المشركين وإسقاط لشروط المعاهدة بين المسلمين والمشركين بسبب نقض الكفار عهدهم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غيروا معجز الله وأن الله مخذ الكافرين أي قولوا للمشركين أنتم أحرار وسيروا في أنحاء الأرض أربعة أشهر تبدأ يوم الحج الأكبر في العاشر من ذي الحجة سنة تسع يوم إبلاغ هذه الصورة إلى عشر من ربيع الآخر سنة عشر واعلموا أنكم لا تعجزون الله أو تفوتونه بالهروب منه إذا أراد عقابكم على شرككم وأن الله مذل الكافرين ومعذبهم في الدنيا والآخرة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم أي وإعلام عام من الله ورسوله إلى الناس كافة يوم الأضحى الحج الأكبر الذي فيه تمام أعمال الحج بالبراءة من عهود المشركين الناقضين للعهد فهي هدنة لمدة أربعة أشهر يباح قتال المشركين بعدئذ حيث وجدوا فإن تبتم من الكفر فهو خير لكم من البقاء على الشرك والكفر وإن أعرضتم عن الإيمان والتوبة وبقيتم على الكفر فاعلموا أنكم لن تفلتوا من عذاب الله بل هو لاحق بكم وأخبر أيها النبي الذين كفروا فلم يؤمنوا برسالتك بعذاب مؤلم في الآخرة إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقفوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين أي واستثنى من مدة التأجيل بأربعة أشهر المعاهدون المشركون الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا من شروط العهد ولم يعاونوا عليكم أحدا من العداء كبني ضمرت وبني كنانة فأكملوا مدة عهدهم التي عاهدتموهم إليها إن الله يرضى عن المتقين المفين بالعهد فإذا سلق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتمهم واخذوهم وحصروهم واقعدوا لهم كل مرشد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم أي فإذا انقضت الأربعة الأشهر التي أمهلهم الله إليها وهي التي ثميت حرما لتحريم التعرض لدماء المشركين فقاتلوا المشركين الناقضين للعهد حتى تقتلوهم حيث وجدتمهم في أي مكان في الحل أو الحرم وأسروهم وامنعوهم من التنقل في بلاد الإسلام إلا بإذن وراقبوا تحركاتهم حتى لا يفلتوا وترصدوهم في كل مكان حتى تقبضوا عليهم فإن تابوا من الكفر وأقاموا الصلاة المفروضة وأدوا الزكاة الواجبة فاتركوهم وشأنهم ولا تؤذوهم فإنهم صاروا مسلمين إن الله غافور لمن تاب رحيم بمن أناب وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي وإن طلب الجوار أو الأمان أحد من المشركين فأمنه حتى يسمع القرآن ويتفهمه ثم أبلغه المكان الذي يأمن فيه بين أهله ذلك الأمان المذكور بسبب أنهم قوم لا يعلمون الإسلام أو دين الله وحقيقته ولا يميزون بين الخير والشر كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين أي كيف يكون أي لا يكون للمشركين الغادرين عهد عند الله ورسوله وهم نقضوا العهود إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يوم الحديبية وهم كما تقدم بن ضمرة وبن كنانة فما داموا مقيمين على العهد ولم ينقضوه فاستقيموا لهم على الوفاء بالعهد إن الله يرضى عن المتقين المحافظين على أحكام الله الموفين بالعهد كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون أي كيف يكون المشركين عهد محترم واجب الوفاء به وإن يغلبوكم ويتمكنوا منكم لا يراع فيكم حلفا أو خرابة ولا عهدا يرضونكم بألسنتهم بكلام معسول وتأبى قلوبهم الوفاء بالعهد وتضمر السوء والأذى وأكثرهم خارجون عن الحق ناقضون للعهد والميثاق اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون أي استبدلوا بآيات القرآن عوضا حقيرا من أعراض الدنيا فمنعوا الناس عن الإسلام وسبيل الحق بئس هذا العمل الذي عملوه لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون أي لا يراعون ولا يحافظون على حقوق المؤمنين ولا يحترمون حلفا أو خرابة ولا عهدا وأولئك هم المجاوزون الحدود المتدئون بالعهد وهذه الآية ليست تكرارا لأن الآية السابقة لجميع المشركين وهذه لليهود خاصة أي فإن تابوا عن الشرك وأدوا الصلاة المفروضة والزكاة الواجبة فهم إخوانكم في الدين مسلمون أمثالكم لا يحل لكم قتالهم ونبين الآيات لقوم يدركون الحقائق ويتفهمون مراد الشرع ويعلمون أنه تشريع من عند الله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون أي وإن قضوا عهودهم المؤكدة من بعد ما عاهدوكم على الوفاء بالعهد وعابوا دينكم فقاتلوا الزعماء أو صناديد الكفر إنهم لا عهود لهم لينتهوا عن الكفر وعن مقاتلة المسلمين وهتان الآيتان تخيير للمشركين بين أمرين التوبة أو القتال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين أي حض الله تعالى على قتال كفار مكة الذين نقضوا العهد لأسباب ثلاثة الأول هل لا تقاتلون هؤلاء الناكثين عهودهم والطاعمين في دينكم الثاني الذين عزموا على إخراج الرسول من مكة الثالث وهم بدأوكم بالقتال في المرة الأولى يوم بدر ووحد والخندق وغيرها أتخافونهم معشر المسلمين فالله وحده أجدر وأولى بالخوف من عقابه إن كنتم مصدقين بوعد الله ووعيده قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين أي قاتلوا معشر المسلمين أعداءكم يعذبهم الله بأيديكم بالقتل ويذلهم بالأثر والانهزام والهوان وينصركم عليهم نصر مبين ويشفي بالقتال صدور قوم مؤمنين لم يشهدوا القتال قال قتادة ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلون بني بكر بمكة ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أي في الآية السابقة أربعة فوائد لقتال العداء وهنا فائدة خامسة هي اذهبوا كرب وغم قلوب المؤمنين الذين تأذوا بنقض المشركين العهد ويتوب الله على من يشاء من عباده الذين أسلموا وحسن إسلامهم بمكة يوم الفتح والله عليم بما يصلح عباده وبصرائرهم حكيم في صنعه وأفعاله أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون أي أم حسبتم أيها المؤمنون أن تتركوا فلا تمتحنوا بالجهاد ليتميز المؤمن من المنافق ولما يعلم أي علم ظهور لا وجود أي لم يظهر المجاهدون المخلصون منكم في الجهاد من غير المخلصين والذين لم يتخذوا بطانة من المشركين يفشون إليهم أسرارهم حال كون البطانة من غير الله ورسوله والمؤمنين والله عالم بكل شيء مطلع على كل شيء من أعمالكم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون أي ما صح وما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله معنويا بالعبادة والملازمة والزيارة وماديا بالبناء والترميم وأداء الخادمات شاهدين بلثان حالهم على أنفسهم بالكفر حيث عبدوا الأصنام وأظهروا نصب الأوثان أولئك الذين ماتوا على الشرك باطلت أعمالهم الخيرية التي عاملوها وافتقروا بها وهم ما كثون في النار على الدوام قال العبادة حين أسر يوم بدر إن كنتم سبقتمون بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسق الحجاج ونفك العاني أي الأسير فنزلت هذه الآية يعني أن ذلك كان في الشرك وهو غير مقبول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أي إنما يعمر مساجد الله بالعبادة والخدمات من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة المفروضة في أوقاتها وأدى الزكاة المستحقين ولم يخف أحدا إلا الله فهؤلاء هم الجديرون بعمارة المساجد ويرجى أن يكون أولئك فقط للكفار من المهتدين إلى الحق والصواب والخير ومرضات الله تعالى أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين أي أجعلتم أيها المشركون ثقاية الحاجج وعمارة بيت الله بالخدمات مساويا لإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا تساوي عند الله بين الفئتين الكافرة والمؤمنة فكيف تدعون أيها المشركون أنكم أفضل عملا ومكانة من المؤمنين فلا فضل لعمل من غير إيمان والله لا يوفق الكافرين للخير ولا تنفعهم شيئا عمارة المسجد الحرام نزلت للرد على المشركين الذين كانوا يفتخرون بالسقاية والحجابة خدمة البيت الحرام ويعدون ذلك أفضل مآثر قريش ويفضلونهما على عمل المسلمين وكان العباس قبل إسلامه يرى ذلك الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون أي إن الفريق المفضل الذين آمنوا بالله ورسوله وهاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام وجاهدوا في سبيل الله بالأموال والأنفس أولئك أعظموا رتباتا عند الله وأولئك هم الظافرون بالخير والرضوان وحسن الثواب يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم أي يبشر الله رب هؤلاء بالرحمة السابقة منهم وبالرضوان وهو الرضى التام الكامل من كل وجه فهو فوق نعيم الجنات كله وبجنات لهم فيها نعيم خالد دائم لا يفارق صاحبه خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم أي خالدين في تلك الجنان أبدا من غير انقطاع ولا زوال إن عند الله ثوابا عظيما لأهل طاعته وكل ما دونه فهو حقير يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون أي يا أيها المؤمنون لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أعوانا توالونهم وتطلعونهم على أسراركم إن فضلوا الكفر على الإيمان بالله ورسوله ومن يتولهم منكم بجعلهم أمناء سر ويرضى بهم دون المؤمنين فأولئك هم الظالمون لأنفسهم لأنهم أضروا بأنفسهم ورضوا بأهل الشرك نزلت في من يؤثر زوجته وعياله وولده ويجلس معهم ويدعو الهجرات من مكة إلى المدينة وذلك عتابا لهم قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقترفتموها وتجارة تخشون كثادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أي قل أيها النبي لمن ترك الهجرة وآثر البقاء مع أهله إن كان آباءكم وأبناءكم وأزواجكم أقرباءكم الأدنون ذو القرابة القريبة وأموال اكتسبتموها وتجارة تخافون كثادها أي عدم رواجها ومساكن تعجبكم وتميل إليها أنفسكم أحب إليكم من الهجرة لإعلاء دين الله وطاعة الله ورسوله وجهاد من أجل إعلاء كلمة الله فانتظروا حتى يأتي الله بعقوبته والله لا يوفق الخارجين عن طاعته نزلت مع الآية السابقة في من ترك الهجرة إلى المدينة لأجل أهله وتجارته لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين أي لقد نصركم الله معشر المؤمنين في مواطن عديدة بالرغم من ضعفكم وقوة عدوكم واذكروا يوم وقعة حنين وهو واد بين الطائف ومكة حين عجبتكم كثرتكم فكنتم اثني عشر ألف وعدوكم أربعة آلاف وقلتم لن نغلب اليوم من قلة وضاقت عليكم الأرض مع سعاتها ثم تركتم الرسول مع قلة مؤمنة هاربين منهزمين قال رجل يوم حنين لن نغلب من قلة وكانوا اثني عشر ألفا فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أي ثم أنزل الله طمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين فثبت القلوب وعادوا إلى القتال لما ناداهم العباس وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة لتقوية أرواح المؤمنين وعذب الكفار بالقتل والأثر وأخذ المال وذلك جزاء الذين كفروا بالله ورسوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم أي ثم بعد هذا التعذيب للكفار بالحرب يتوب الله على من يشاء من عباده الذين تابوا وأسلموا والله كثير مغفرة لذنوب التائبين رحم بهم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم أيها المؤمنون إنما المشركون أنجاس الاعتقاد شر يرون خبثاء بسبب الشرك والظلم وقبح الأخلاق لا أنجاس الذوات المادية فلا يدخل الحرم المكي والبيت الحرام ولو بحج أو عمرت بعد العام التاسع الهجري الذي حج فيه أبو بكر قائدا للموسم أي لا تمكنوهم من الدخول وإن خفتم فقرا بانقطاع تجارتهم عنكم فالله يعوضكم من عطائه وتفضله بالإحسان إن شاء لكم الغنى وقد أغناهم بالفتوح بالفيء والجزيات والأمطار والنباتات والمعادن إن الله عليم بما يصلح الحال حكيم فيما يصنع ويدبر قال ابن عباس كان المشركون يجيؤون إلى البيت ويجيؤون معهم بالطعام يتجرون فيه فلما منعوا عن أن يأتوا البيت قال المسلمون من أين لنا الطعام فأنزل الله وإن خفتم عيله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي قاتلوا أيها المؤمنون الذين لا يصدقون بالله ولا بالآخرة وما فيها من الحساب والجزاء والحياة المادية وليست روحية فقط كما كانوا يقولون ولا يحرمون الحرام الذي حرمه الله ورسوله كالخمر والربا ولا يعتقدون بالإسلام الذي هو الدين الحق من اليهود والنصارى حتى يلتزم أداء الجزية وهي ضريبة مفروضة على الأشخاص القادرين الذين يقيمون في دار الإسلام وهم عن ساعة وقدرة وطاعة من غير امتناعك وهم خاضعون للحكم الإسلامي ملتزمون أحكام الإسلام وسيادة الدولة الإسلامية نزلت في أهل الكتاب فكان أول من أعطى الجزية أهل نجران قبل وفاته صلى الله عليه وسلم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنّا يؤفكون أي قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وهو مجرد قول لا برهان لهم عليه يشابهون بقولهم هذا في الكفر والشناعة قول الكفار من قبلهم كعبدة الأوثان الذين قالوا اللات والعز ومناه بنات الله والملائكة بنات الله لعنهم الله وأهلكهم كيف يصرفون عن الحق إلى غيره مع قيام الدليل على وحدانية الله نزلت في نفر من اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيرن ابن الله فنزلت الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون أي اتخذ اليهود أحبارهم علماءهم والنصارى رهبانهم عبادهم المقطعين للعبادة اتخذوهم أربابا من دون الله إذ يطيعونهم فيما أحلوا لهم أو حرموا عليهم وتخذ النصارى المسيح ابنا لله وربا معبودا ولم يؤمروا في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الإله الواحد الذي لا إله غيره تنذيها لله عما يشركون باتخاذ شراكاء لله في الطاعة والعبادة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون أيقصد أهل الكتاب بأقاويلهم الباطلة ومجادلاتهم الزائفة وافتراءاتهم أن يطفئوا القرآن وهدايته والإسلام وشرعه بأقوالهم ويأبى الله إلا أن يظهر ويعلي دينه القويم وينصر رسوله ولو كره الكافرون ذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أي الله الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الشامل القائم على البرهان والأحكام الصائبة ودين الإسلام الحق الذي هو الاعتقاد الصواب والتوحيد الخالص ليعليه ويغلبه على جميع الأديان المخالفة له بالحجات والبرهان ومتانات التشريع ولو كره المشركون ذلك يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرفبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم أيها المؤمنون إن كثيرا من علماء اليهود وعلماء النصارى لا يأكلون أموال الناس بالباطل كالرشاوة وأثمان الأحكام الباطلة ويمنعون الناس عن الدخول في الإسلام والذين يدخلون الذهب والفضة ويتخذون ذلك كنزا أي مجموعا بعضه إلى بعض من غير أداء ذكاته ولا ينفقون الكنوز في مرضات الله فبشرهم على سبيل التهكم وأخبرهم وأنذرهم بعذاب شديد الألم نزلت مقدمة الآية في العلماء والقراء من أهل الكتاب كانوا يأخذون الرشا من سفلتهم وهي المأكل الذي كانوا يصيبونه من عوامهم ونزل آخر الآية في أهل الكتاب والمسلمين الكانذين أموالهم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أي يوم يوقد على الأموال التي جمعوها في نار جهنم الشديدة الحر فتحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم تهكما وتوبيخا هذا ما كنزتم لتنتفعوا به فذوقوا عذاب ووبال ما كنتم تكنزون من الأموال التي لم تؤدوا ذكاتها فكل مال أديت ذكاته ليس بكنز إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين أي إن عدد شهور السنة القامريات في حكم الله وقضائه 12 شهرا محددة فيما أثبته الله في كتابه اللوح المحفوظ وثبت علمه بها في أول ما خلق الله العالم من هذه الشهور أربعة محرمة معظمة كان يحرم القتال فيها ثم نسق التحريم وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرد ذلك التقسيم للأشهور وتحريم الأربعة منها هو الدين المستقيم والحساب الصحيح فلا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهور الحرم ببدء القتال فيها وتنتهك حرمتها بالمعاصي فإن الله عظمها وقاتلوا مشركين جميعا في المعارك المشروعة كما يقاتلونكم جميعا واعلموا أن الله ينصر المتقين ويعينهم ومن كان الله معه بالنصر والتأييد فهو الفائز وظاهروا آية وقاتلوا المشركين إباحة قتالهم في جميع الأشهور حتى الأشهور الحرم وآيات تحريم القتال في الأشهور الحرم في سورة البقرة وآية المائدة منسوخة بآيات التوبة لنزولها بعد سورة البقرة بسنتين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين أي إنما تأخير حمة شهر إلى شهر آخر زيادة لكفرهم بحكم الله فيه بعد كفرهم بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر ويضلال لهم ممن سنى لهم ذلك يحلون النسيء أو الشهر عاما من الأعوام ويحرمونه عاما آخر ليوافقوا بهذا التبديل عدد ما حرم الله من الأشهر الأربعة فيحلوا ما حرم الله من الأشهر الحرم التي بدلوها بغيرها فيبقى التحريم لأربعة أشهر في العام زين لهم الشيطان أعمالهم السيئة فعدوها حسنة والله لا يوفق المصرين على كفرهم قال أبو مالك كانوا يجعلون السنة الثلاثة عشر شهرا فيجعلون المحرم صفرا فيستحلون فيه المحرمات فأنزل الله إنما النسيء يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم منفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أيها المؤمنون ما لكم إذا طلب منكم النفير الخروج للقتال تثاقلتم تباطأتم عن الجهاد في سبيل الله وأثرتم البقاء في دياركم أرضيتم بنعيم الدنيا بدلا من الآخرة ونعيمها الدائم فما الممتع به من لذائذ الدنيا في جنب ماتاع الآخرة إلا حقير تافه قال مجاهد هذا حين أمروا بغزوة تابوك بعد الفتح وحنين في الصيف حين طابت الثمار واشتهوا الظلال وشق عليهم المخرج فأنزل الله هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير أي إن لم تنفروا وتخرجوا للجهاد يعذبكم الله عذابا مؤلما في الدنيا بالإذلال ويأتي بقوم آخرين بدا لكم يطيعون الله وينصرون دينه ودولته ولا تضروا الله ولا نبيه شيئا بترك الامتثال والنصرة والله مقتدر على كل شيء ومنه نصر دينه ونبيه قال ابن عباس استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء من العرب فتثاقلوا عنه فأنزل الله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما فأمسك عليهم المطر فكان عذابهم إلا تنصروه فقد نصرفوا الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أي إن لم تنصروا نبي الله فالله ناصره ومتكفل به كما فعل حين أخرجه الكفار من مكة أي تسببوا في إخراجه وهو أحد اثنين الرسول وأبو بكر حين كان في الغار أي فجوة في جبل ثور قرب مكة مسافة ساعة حين يقول الرسول لصاحبه أبي بكر لا تستسلم للحزن وجاهد نفسك إن الله معنا بنصره وتأييده فأنزل الله الطمأنينة والأمان على نفس رسوله وأعمى أعين المشركين عنهم وأيده بجنود من الملائكة لم تروها كما حدث في بدر وجعل دعوة الكفار إلى الشرك والكفر وقتل النبي هي المغلوبة المهزومة وكلمة التوحيد ودعوة الإسلام هي الغالبة والله غالب قوي في ملكه حكيم في صنعه لا يفعل إلا ما فيه حكمة وصواب إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون أي خرجوا معشر المؤمنين جميعا للجهاد في سبيل الله نشاطا وغير نشاطا فرسانا ورجالا مشاتا وركبانا وجاهدوا حق الجهاد بالمال والنفس من أجل نصرة دين الله ذلكم الأمر بالنفير العام والجهاد خير عظيم لكم في حد ذاته في الدنيا والآخرة إن علمتم أنه خير وأن في الجهاد عذى الدنيا وسعادة الآخرة نزلت الآية في الذين اعتذروا بالضيعات والشغل فأبى الله أن يعذرهم دون أن ينفروا على ما كان منهم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون أي لو كان الأمر الذي تدعو إليه أيها الرسول متاعا دنيويا سهل التناول وسفرا سهلا متوسطا معتدلا لمشوا معك أي هؤلاء المتخلفون ولكنهم استبعدوا السفر إلى غزوات تبوك وشق عليهم الخروج في زمن الحر وسيحلفون بالله إذا رجعتم إليهم قائلين لو أمكننا الخروج إلى لقاء العدو لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم بالحلف الكاذب والله يعلم إنهم لكاذبون في أيمانهم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين أي عفى الله عنك أيها الرسول لما أذنت لهم في التخلف عن الجهاد في غزوات تبوك وكان عليك التريوث لتعلم الصديقين في اعتذارهم والكاذبين منهم الذين لا عذر لهم نزلت هذه الآيات في الإذن للمنافقين من غير وحي سابق وكان ذلك تركا للأولى فقدم الله العفو على العتاب لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين أي لا يستأذنك عادة المؤمنون في الجهاد وإنما يبادرون إليه امتثالا للأمر والله مطالع على أحوال المتقين الذين يخافون الله فيوطيعون أوامره وهم الذين لم يستأذنوا في التخلف إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون أي إنما يستأذنك في التخلف عن الجهاد الذين لا يؤمنون بالله وآخرته وهم المنافقون والإيمان خير باعث على الجهاد وإنما هؤلاء شكت قلوبهم في الدين فهم في شكهم يتحيرون ويترددون بين الكفر والإيمان ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين أي ولو أرادوا بحق وصدق الخروج معك للجهاد لا أعدوا له العدة المناسبة من السلاح والعتاد والزاد والراحلة ولكن كره الله خروجهم معك وتوجههم بنشاط فحبسهم وعوقوا عن الخروج بالجبن والكسل وقيل لهم أقعدوا في منازلكم مع أصحاب الأعذار وأولي الضرع من العميان والعجزات والمرضى والنساء والصبيان وفي هذا غاية الذن والازدراء لهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين أي لو خرج هؤلاء المنافقون للجهاد معكم ما زادوكم إلا فسادا وشرا وفتنة ونميمة وإضرارا والأسرع بالمشي أو الدخول فيما بينكم بالنميمة يريدون أن يفتنوكم بذرع الخلافات وإلقاء الرعب في صفوفكم وذات بينكم وفيكم قوم ضعاف يستمعون إلى كذبهم وأراجيفهم والله عليم بالظالمين أنفسهم وبأحوالهم الظاهرة والباطنة فالحكمة ألا يخرجوا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون أي لقد أراد المنافقون التخويف من العدو وطلبوا الفساد وإيقاع الخلافات بين المؤمنين من قبل غزوة تبوك وفكروا في تدبير المكائد والحيل لك أيها النبي وقلبوا أراءهم ليختاروا ما يضرك ونظروا في إبطال دعواتك ودينك حتى أتى النصر والتأييد الإلهي لك وعلى دين الله وشرعه بالرغم منهم وهم كارهون انتصار هذا الدين على رغم منهم ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة ثقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أي من المنافقين من يقول لك أيها الرسول اذلي في التخلف عن الجهاد ولا توقعني في الفتنة وهي الإثم بألا تأذن لي لأني إن تخلفت بغير إذنك وقعت في الإثم ألا إنهم وقعوا في الفنة بالتخلف عن الجهاد والنفاق والاعتذار الكاذب وإن جهنم محيطة بجميع الكافرين فلا ما فر لهم عنها قال ابن عباس لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوات تابوك قال لجد بن قيث يا جد ما تقول في مجاهدة بن الأصفر أي الروم فقال يا رسول الله إن مرء صاحب نساء ومتى أرى نساء بن الأصفر أفتتا فأذن لي ولا تفتني فنزلت هذه الآية إن تصبك حسنة تثؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون أي إن تصبك أيها النبي حسنة من نص وغنيمة تحزن المنافقين وإن تصبك مصيبة من نكبات أو شدة قالوا احتطنا لأنفسنا وابتعدنا عن الخطر وأخذنا بالحزم من قبل ذلك ويعرضون وهم فرحون بسلامتهم وبما أصابك مع المؤمنين من هزيمة وسبب النزول أن المنافقين الذين تخلفوا في المدينة جعلوا يخبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار السوء زعمين أنه هلك مع أصحابه فلما بلغهم سلامة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ساءهم ذلك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي قل لهم أيها النبي لن يصيبنا شيء إلا ما قدره الله علينا فنرضى به هو ناصرنا ومتولي أمورنا وليفاوض المؤمنون أمورهم إلى الله لا إلى غيره قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون أي قل أيها النبي للمنافقين هل تنتظرون أن يقع بنا إلا إحدى العاقبتين النصر أو الشهادة ونحن ننتظر أحد الأمرين بكم أن يعذبكم الله بقارعة من السماء أو يعذبكم بأيدينا بقتالكم وأسركم فانتظروا بنا عاقبتنا ونحن ننتظر عاقبتكم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين أي قل أيها النبي للمنافقين مهما أنفقتم في سبيل الله طائعين أو مكرهين لن تقبل نفقاتكم عند الله ولا ثوب لكم إنكم كنتم قوما خارجين عن الطاعة عتاتا متمردين نزلت في الجد بن قيث حين تخلف عن غزوات تبوك وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما لي أعينك به فاترقني وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ أي لا مانع من قبول نفقاتهم إلا لأمور ثلاثة الكفر بالله وبرسوله حقيقة ولا يصلون إلا وهم كسال متثاقلون لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا فهم يصلون رياء ولا ينفقون شيئا من أموالهم في الجهاد وغيره إلا وهم كارهون غير طائعين لأنهم يعدون النفقة مغرما فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون أي فلا تستحسن ما تجدوه عند المنافقين من أموال وأولاد فإنما هي سبب المحنة وسبب التعذيب في الدنيا بالهم والقلق والحزن ومكابدة المشاق لتركهم الشكر عليها وترك ما يجب على الأموال من ذكاة وصدقات وتكون نهايتهم زهوق أرواحهم أو موتهم بألم حال كفرهم فيعذبون في الآخرة ويخسرون الدنيا والآخرة وهذا استدراج لهم أي وحلفون بالله كذبا إنهم لمن المؤمنين وما هم في الحقيقة من المؤمنين فإسلامهم ظاهري ولا إيمان في قلوبهم وهم قوم يخافون خوفا شديدا أن يعاملوا كالمشركين فيحلفون تقية وتستر لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون أي لو يجدون حصنا يلتجئون إليه للاعتصام به أو كفوفا وسرديبا للاستتار فيها عنكم لألا تخرجوهم إلى القتال أو موضعا يدخلون فيه لنصرفوا إليه وهم يسرعون في دخوله باضطراب إسراعا لا يقاوم كالفرس الجامح ومنهم من يلمزك في الشدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون أي وبعض المنافقين يعيبك أيها النبي في قسمة الشدقات وتوزيعها فإن أعطيتهم منها بقدر ما يرغبون رضوا عنك في القسمة وإن لم يعطوا منها ما يردون غاضبوا وعابوا وطعنوا في عدلك وقسمتك نزلت في ذي الحويصة التميمي حين قال اعدل يا محمد قال ويلك ومن يعدل إن لم أعدل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون أي ولو أن هؤلاء المنافقين رضوا بما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنيمة وقالوا الله كافينا سيعطينا الله من فضله شيئا كثيرا وسيعطينا رسوله أكثر مما أعطانا سابقا إننا راغبون في أن يعطينا الله من فضله لكان ذلك خيرا لهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم أي إنما تصرف الزكوات المفروضة لثمانية أصناف الفقراء الذين لا يملكون شيئا والمساكين الذين لهم مال لا يكفيهم والجبات المخصصين لجباية الزكاة وتحصيلها والكفار الذين يتألفهم الإمام اليسلموا أو الذين أسلموا وهم ضعفاء في الإسلام أو لشراء المماليك واعتاقهم ولفك عبودية المكاتبين وتحريرهم والمديونين الذين استدانوا لأنفسهم وعجزوا عن وفاء ديونهم والمجاهدين والمرابطين في سبيل الله والمنقطع في سفره عن بلده وإن كان غنيا في وطنه فارض الله هذه القسمة فريضة وحكما لازمة والله عليم بمصالح خلقه حكيم في تدبير شؤونهم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم أي وبعض المنافقين يعيبون النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع ما قال كل واحد ويصدقه قل نعم يستمع لكل واحد ولكنه يسمع الخير للشر ويصدق بالله ويصدق المؤمنين فيما أخبروه به وهو رحمة لمن آمن منكم والذين يؤذون رسول الله بالقول أو الفعل لهم عذاب مؤلم موجع في نار جهنم نزلت في نبتل بن الحارث الذي كان يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه وينقل حديثه إلى المنافقين يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين أي وإذا بلغ المؤمنين طعن المنافقين بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليهم يحلفون بالله لكم معشر المؤمنين أنهم ما قالوا ما نقل إليكم لإرضائكم بظاهر أيمانهم والله ورسوله أحق بالإرضاء إن كانوا مؤمنين حقا نزلت في شأن ناس من المنافقين امتدحوا المتخلفين في غزوة تابوك وقالوا دا إن كان ما يقوله محمد حقا على إخواننا الذين هم سادتنا وخيارنا لنحن أشر من الحمير فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا فنزلت فيهم ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم أي ألم يعلم المنافقون أنه من يعاد الله ورسوله فله نار جهنم خالدا فيها على الدوام ذلك العذاب هو الذل العظيم والهوان الشريد يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون أيخشى المنافقون ويتحرزون أن ينزل الله فيهم سورة تخبر المؤمنين بما في قلوبهم من النفاق وتطلعهم على ما في نفوسهم قل أيها الرسول لهم على سبيل التهديد استهزئوا بما تريدون إن الله مظهر ما تخافون إظهاره من النفاق قال السدي قال بعض المنافقين والله لو وددت أني قدمت فاجلت مئة ولا ينزل فينا شيء يخفضحنا فأنزل الله هذه الآية وهذا دليل على إيمانه بأن الرسول حق يتلقى عن الله الوحلي ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أي ولئن سألت أيها النبي المنافقين عن استهزائهم بالدين والقرآن وبك في طريقهم إلى تبوك لقالوا معتذرين إنما كنا نخوض في الحديث للتسلية ونمزح لنقطع به الطريق قل لهم تستهزئون بالله وآياته ورسوله أليس لكم مجال آخر للحديث غير ذلك وهذا تكذيب لإنكارهم وانتزاع الاعتراف بوقوع ذلك منهم نزلت في ناس من المنافقين في غزوة تبوك إذ قالوا يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها هيهات له ذلك فأطلع الله نبيه على ذلك فسألهم فقالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فنزلت لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين أي لا تعتذروا أيها المنافقون فأؤذركم غير مقبول قد كفرتم بالاستهزاء المذكور بعد أظهار الإيمان إن نعف عن جماعة منكم تابوا وتركوا النفاق وهذا ترغيب في التوبة نعذب جماعة أخرى بسبب إجرامهم وإصرارهم على النفاق ولم يتوبوا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون أي المنافقون والمنافقات متشابهون في صفة النفاق والبعد عن الإيمان ويمسكون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله كالجهاد وصلة الرحم والصدقة تركوا طاعة الله فأهملهم من رحمته وثوابه إن المنافقين هم المتمردون الخارجون عن الطاعة وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم أي أوعد الله أهل النفاق والكفر نار جهنم مخلدين فيها هي كفايتهم عقابا وجزاء وطردهم الله من رحمته ولهم عذاب دائم ثابت لا ينقطع كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون أي إن فعلكم أيها المنافقون كفعل من كان قبلكم من الكفار الذين كانوا أقوى منكم وأكثر أموالا وأولادا فتمتعوا تمتعا زائدا بنصيبهم من ملاذ الدنيا فتمتعتم بنصيبكم المقدر لكم من الملاذ والشهوات وحظوظ الدنيا كما تمتع الذين من قبلكم بنصيبهم بمتع الدنيا وشهواتها ودخلتم في الباطل والطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم كخوضهم في متع الدنيا وملاهيها وألعابها وتكذيب آية الله أولئك بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة ولا ثواب عليها وأولئك الذين خسروا الدنيا والآخرة فصار عزهم ذلا في الدنيا وعذبوا بعذاب النار في الآخرة ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مديان والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي ألم يصل إلى المنافقين خبر الذين كانوا من قبلهم مثل قوم نوح الذين أغرقوا بالطفان وعاد قوم هود الذين أهلكوا بالريح الصرصر العاتية وثمود قوم صالح الذين أهلكوا بالرجفات أو الصيحة وقوم إبراهيم وملكهم نمروذ الذي أهلك بالبعوضة وسلب النعمة وأصحاب مديان قوم شعيب الذين أهلكوا بعذاب يوم الظلة أو الرجفة والمؤتفكات قرى قوم لوطن الذين اتفكت أي انقلبت بهم مدائنهم وخسفت حتى صار عليها سافلها جاءتهم رسل هؤلاء الطوائف الست بالمعجزات والأدلة الدالة على وحدانية الله فكذبوها فما كان الله ليعذبهم من غير ذنب ولكنهم ظلموا أنفسهم بارتكاب الذنب والكفر بالله وتكذيب الرسل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أنصار بعض يتعاضضون بسبب اتحاد الدين والاشتراك في الإيمان بالله يأمرون بالمعروف وهو كل ما أمر به الشرع من صالح الأعمال كالتوحيد والعبادة وينهون عن المنكر وهو كل ما نهى عنه الشرع من قول أو فعل كالظلم والفواحش ويأدون الصلاة المفروضة في أوقاتها ويدفعون الزكاة الواجبة ويطعون الله ورسوله في الأوامر والنواهي أولئك الموطوفون بما ذكر سيرحمهم الله بإنجاز وعده بنعيم الجنان إن الله قوي لا يعجزه شيء حكيم في صنعه وتدبيره لا يضع شيئا إلا في محله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم أي وعد الله المؤمنين والمؤمنات بدخول الجنات التي تجري الأنهار من تحت أشجارها وغرفها وبالمساكن حسنة البناء طيبة القرار والعيش في جنات القلد والإقامة الدائمة غير المقاطعة وبرضوان الله الذي هو أكبر وأعظم من ذلك كله لأنه سبب كل فوز وسعادة ذلك المعود به من الجنات والمساكن والرضوان هو الفوز العظيم وحده الذي لا يعادله فوز آخر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير أي يا أيها النبي جاهد الكفار بمختلف وسائل الجهاد من المال والنفس واللسان أي بالقتال أو الحوار وجاهد المنافقين بالحوار والإقناع وإقامة الحجة وحدود الله واغلظ عليهم بالقول والفعل على نحو شديد وخشن ومسكنهم جهنم وبئس المرجع الذي يصيرون إليه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقاموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكونوا خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير أن يحلف المنافقون بالله كذبا ما قالوا وهو ما بلغك عنهم من السب والطعن ولقد ناطقوا بكلمة الكفر وهي سب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في الدين وأظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام وعزموا على ما لم يصلوا إليه وهو قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة عند عوده من تبوك وهم بضعة عشر رجلا وهموا بطرد المؤمنين من المدينة وما عابوا وكرهوا وأنكروا إلا ما يستوجبوا الشكر والثناء وهو إغناء الله لهم من فضله بالغنائم بعد أن كانوا في ضيق من العيش فإن يتوبوا ويؤمنوا يكون الإيمان خيرا لهم وإن يعرضوا عن الإيمان والتوبة يعذبهم الله عذابا مؤلما في الدنيا بالقتل والأس وفي الآخرة بعذاب النار وما لهم في الأرض من ولي يواليهم ويحفظهم ولا نصير ينصرهم ويمنعهم من العذاب نزلت في المنافقين أثناء سيرهم إلى تبوك حينما سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطعنوا في الدين فأبلغ حذيفة ما قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم يا أهل النفاق ما هذا الذي بلغني عنكم فحلفوا ما قالوا شيئا من ذلك فنزلت الآيات إكذابا لهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين أي ومن المنافقين من عاهد الله لئن أعطانا الله من فضله وكرمه لنخرجنا ذكاة المال ولنعملن عمل الصالحين بإخراج كل مال يجب إخراجه مطلقا نزلت في رجال من المنافقين نبتل بن الحارث وجد بن قيث ومعتب بن قشير فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون أي فلما أعطاهم الله من فضله مالا بخلوا به فلم ينفقوا منه شيئا كما حلفوا وتولوا عن طاعة الله وهم مدبرون معرضون عما قالوا وعهدوا ولم يوفوا بعهدهم فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أي فأورثهم البخل نفاقا ثابتا متمكنا في قلوبهم إلى أن يموتوا بسبب إخلاف ما وعدوا الله من التصدق والصلاح أو ذادهم نفاقا إلى يوم القيامة يوم يلقون ربهم بسبب إخلاف الوعد وكذبهم وهو نقض العهد وترك الوفاء بالتزامهم ذلك ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب أي ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما تنطوي عليه صدورهم من الكفر والنيات السيئة وبما يتحدثون به سرا فيما بينه من الطعن في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأن الله لا يخفى عليه شيء الذين يلمذون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم أي الذين يعيبون المتطوعين المؤمنين في دفع الصدقات فإن تطوعوا بشيء يسير قالوا ما أغنى الله عن هذا وإن تصدقوا بشيء كثير قالوا ما فعلوا هذا إلا رياء ويعيبون الذين لا يجدون إلا شيئا قليلا يتصدقون به هو مقدار طاقتهم فيسخرون منه قائلين إن الله غاني عن صدقاتهم جاذاهم الله على سخريتهم وعذبهم أهنهم ولهم عذاب مؤلم في الآخرة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين أي استغفر لهم أيها الرسول أو لا تستغفر لهم فهم ليسوا أهل للاستغفار ولا للمغفرة من الله إن تستغفر لهم سبعين مرة أو أكثر فإن الله لن يغفر لهم بل سيعاقبهم ذلك أي عدم قابول الاستغفار والدعاء لهم بسبب كفرهم بالله ورسوله وموتهم على الكفر والله لا يوفق للخير والهداية القوم المتمردين في الكفر الخارجين عن الطاعة فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون أي طارب المتخلفون عن غزوات تابوكا بقعودهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد وكرهوا الجهاد بالأموال والأنفس في سبيل إعلاء كلمة الله وقال المنافقون لإخوانهم لا تخرجوا للجهاد في وقت الحر صيفا قل لهم أيها النبي نار جهنم أشد حرا من حر تابوك فإن فررت من هذا الحر اليسير فنار جهنم التي تدخلونها أشد حرارة مما فررت منه من الحر لو كانوا يدركون يفهمون أسرار أوامر الله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون أي وعاقبة أمر هؤلاء المنافقين أنهم سيضحكون ويفرحون قليلا في الدنيا بتخلفهم عن الجهاد ويبكون كثيرا في الآخرة لتلاعبهم واستهزائهم بدين الله جزاء بما اقترفوا من الآثام والمعاصي فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للقروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم راضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين أي فإن ردك الله أيها النبي بن تبوك إلى جماعة من المنافقين وهم الذين لم يتوبوا من نثاقهم وتخلفوا بالمدينة عن الجهاد فاستأذنوك للقروج معك في غزوة أخرى فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا للجهاد ولن تقاتلوا معي أبدا عدوا بأي وضع كان عقوبة لكم وتحرزا من مفاسدهم إنكم راضيتم بالقعود في المرة الأولى في غزوة تبوك فاقعدوا مع المتخلفين عن الخروج من الضعفاء والنساء والأولاد ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون أي ولا تصلي أيها النبي على أحد من المنافقين مات أبدا وهي صلاة الجنازة ولا تقف على قبره للدعاء لهم إنهم كفروا بالله ورسوله وكانوا خارجين عن جادة العدالة والاستقامة وماتوا على تلك الحال نزلت بسوي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على زعيم المنافقين عبد الله بن أبي فترك الصلاة على المنافقين بعدئذ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون أي ولا تستحسن ما أنعمنا به عليهم من الأموال والأولاد إنما يريد الله أن تكون سببا لتعذيبهم في الدنيا بالمصائب والقلق والمتعب وتخرج أرواحهم ويموت على الكفر دون التأمل في عواقب الأمور فيلقون في جهنم وهؤلاء نوع آخر من المنافقين وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين أي وإذا أنزلت سورة من القرآن أو بعض سورة تأمرهم بالإيمان بالله والجهاد مع رسول الله استأذنك ذو الفضل والسعة والمقدرة على الجهاد بالنفس والمال في التخلف عن الجهاد وقالوا دعنا نكن مع العاجزين عن القتال المعذورين كالضعفاء والأولاد والنساء وهذا دليل على الجبن والذل والهوان رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون أي رضوا بأن يبقوا مع النساء التي تخلفن في البيوت وختم الله على قلوبهم بالكفر فلم تعد قابلة لنفاذ الخير إليها فهم لا يعقلون ولا يعلمون ما في الجهاد من الفضائل وما في التخلف من النقائص والمعايب لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أي لكن الرسول والمؤمنون برسالته جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فاستحقوا الثناء والثواب العظيم وأولئك لهم الخيرات والمنافع الجسام في الدنيا والآخرة بالنصر والغنيمة وجنات الفردوس الأعلى أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم أي أعد الله للمؤمنين المجاهدين جنات تجري الأنهار من تحت بساتينها وغرفها ذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده وهو الدرجة العالية وجاء المعتذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم أي وجاء المعتذرون أي بعذر صحيح من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم في التخلوف عن غزوة تبوك وقعد منافق الأعراب عن القتال من غير اعتذار وهم الذين لم يؤمنوا ولم يصدقوا بالله ورسوله وإنما كانوا كاذبين في ادعاء الإيمان سيصيب الذين كفروا من الأعراب الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة والذين لم يعتذروا عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة قال مجاهد هم نفر من غفار أو من غطفان اعتذروا فلم يعذرهم الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم أي ليس هناك إثم بترك الجهاد على الضعفاء وهم الشيوخ العجزة والنساء والصبيان ولا على المرضى كالزمنا والعمل ولا على الفقراء الذين لا يجدون نفقة على أنفسهم إذا أخلصوا لله في إيمانهم به وأقروا بوحدانيته وبالرسول نبيا فصدقوا بنبوته وأطاعوهما في الأمر والنهي ولم يكونوا منافقين ليس على هؤلاء المحسنين في النصح لله ولرسوله وهم المعذورون من إثم ولا مؤاخذة ولا عتاب في التخلف عن الجهاد والله غفور لهم رحيم بهم في التوسعة عليهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون نزلت الآية في أعمى جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم القتال في حقه فنزلت ليس على الضعفاء ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيضوا من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون أي ولا إثم على جماعة من الأنصار طالبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يركبونه من الدواب للمشاركة في الجهادة فلما قلت لهم لا أجدوا ما أحملكم عليه من الإبل أو غيرها انصرفوا يبقون حزنا لأنهم لم يجدوا ما ينفقون على أنفسهم في الجهاد لفقرهم لا عندهم ولا عند غيرهم نزلت في جماعة البكائين سبعة من الأنصار قالوا للرسول احملنا فقال والله ما أجد ما أحملكم عليه فتولوا ولهم بكاء وعز عليهم أن يحبسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملة فأنذل الله عذرهم